تعتبر جمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ بالمدارس حلقة وصل مهمة بين المدرسة المغربية والأسر وذلك لاشتغالها التطوعي في خدمة الشأن التربوي هي إذن جسر فاعل بين هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية بالمؤسسة التعليمية وبين مسؤولي تدبير المنظومة التربوية وذلك من خلال هيكلها الإقليمية والجهوية والوطنية هذا ولا ننسى دورها الطلائعي في توعية وتحسيس الأسر بأهمية مراقبة وكذا متابعة المسار الدراسي لفلذات أكبادها للحديث عن منجزات جمعيات أباء وأولياء التلاميذ بمدارس جهة سوسماسة برنامج ملفات تربوية يفتح لكم المجال لتقاربوا ما أنجزتموه داخل المدارس التعليمية على أثير راديو بلوس واليوم نستضيف جمعية أبا وأولياء أمور تلاميذ مدرسة العندليب الابتدائية بمنطقة قصبط طهر المزار في شخص رئيسها السيد رشيد شفيرة للحديث بعمق عن اشتغالات الجمعية داخل المؤسسة منجزاتها الإكرهات التي تعرقل مسارها نحو الأمام مرحبا بكم أحباء أنا أوفياء ملفات تربوية في هذه الحلقة الجديدة على راديو بلوس إذن مرحبا بك سيد رشيد شفيرة أنتم رئيس جمعية أباء وأولياء تلاميذ بمدرسة العندليب الواقعة بقصبط طهر المزار مرحبا بك مرحبا بك أستاذة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام نشكرك أستاذة نشكرك كذلك راديو بلوس لتحللنا الفرصة أننا نعبره على المكنونات دينا اللي كتجلة في الإنجازات والأعمال اللي كنعملوا داخلها داخل إطار ديال مدرسة العندليب وكذلك أغضي نتحدثوا على الإكرهات اللي كنواجهوها وكنشكرك مجددا مرحبا سي شفيرة سي شفيرة ماذا كانت هذه بداية رغبة منك في العمل يعني من أجل أطفال أو تلاميذ المدرسة وأنك فقط تحب العمل الجمعوي أنا صراحة مع مري دخلت لشي جمعية مع مري كنت إنسان جمعوي يعني بهذا المعنى هذه ولكن لماذا؟ لأنني كانت عندي واحد نظرة على العمل الجمعوي في القصبات الطهر خصوصا ذلك شيء لا ممكن بغيت نقرب لهذا العمل الجمعوي ولكن فاشتحت لي الفرصة أن نعمل في إطار مدرسة لك تستهدف 800 شخص عندنا في مدرسة العنداليب قررت أني غادي ندخل لها لماذا؟ لأن كين تأثير كبير إلا دخلت المدرسة كين فيها تأثير كبير وكين فيها إصلاح كبير إلا غادي تصلح يعني غادي تضرب عصفورين بحجرة كما نقوله بالعكس إلى الجمعيات المجتمع المدنية التي تخدم خارج إطار مؤسسات التعليمية طيب العنداليب هي الإبتدائية الوحيدة بالمزارية؟ بقصب الطهر كينة العنداليب كينة بساتين كينة الشفيعي هذا كتسم الحوض الشفيعي بقران زاران عمر بن العص خمسة اللي كينة في الحوض ديالنا نحن طيب أنتو ما كتش تغلو على هاد المجموع ديال جميع المدارس ولا غير في واحد لا غير إحنا جمعية الأباء ديال مندرسة العنداليب خاصة ولكن ممكن ديروا شاركات مع الخرين ممكن ديروا اتفاقية تعاون يعني أمور متاحة أمور تكون غير قانونية وتعمل ما كان يقول لك شي حاجة جميل واش الأباء بعدها والأمهات السيراشيدة كي يجيوا ويسولوا على أبنائهم واش عندهم داليك الوعي لمستو انتو ما داك الوعي عند الأباء والأمهات وأولياء أمور تلاميذ باش يقصدوا المدرسة ويسولوا على المصار الدراسي ديال أولادهم وعلى المشاكل اللي كتعرقل المصار الدراسي ديالهم وخصنا نعرفو أن بعدك كينة واحد الأزمة ديال الأمية عارفين نرى المغرب يعيشوا أمية يعني وقت الناس رمضة ما نعطي ما بسهولوا لأولادهم وما يسولوا عليهم فين مشاو وفين نجاو وش كيقرأ أو ما كيقراش مستوى التعليمية هذا عادية جدا وذلك كان اطلاع حجم على التحقيق جمعية الاباء لأن الناس الذين يفتحون مدرسة ويقوموا بأن يتحدثون من يتحدثوا من يتحدثون من تتفقدون مليسيين لأنه كانوا يقوموا بأنهم يأتيون بعض المدرسة بأنهم يجب عليهم أن يعرفوا أنه جميع التلاميذ يجب عليهم فى مدرسة وتعلموا مع الإنسان وعرفوا ما هو المكتب وعرفوا ما يدخلوا ما يخرجوا يعني رأى عارفين التلامية تبارك الله عارفين كل شيء الأباء رأى لأول مرة كان عارفوا أن الأباء رأى كي يأتي ويسولوا هذا العام هذا كي يأتي ويسولوا الأباء لماذا؟ لأن كنا نسج نواحد ثيقة والتي كنا داخلين بالأول أن نسج نواحد ثيقة ما بين الأيضارة ما بين أطر ترببية ما بين سلطات المحلية ما بين حتى الأباء اللي نحن مثلهم فهذه الصيرورة وهذه استراتيجية اللي كنا ناجحين فيها الحمد لله باللقاءات التواصلية اللي كنديروه اللي ديما يوميا ما يمكنش تلقاش واحد من مكتب ما كانش في المدراسة يوميا إما أنا إما أمين لمال إما النائب ديان إما مهم واحد ضروري سيكون في المؤسسة ويسولوا الناس شكون هذا رأى عارفين شكون هو وعلى الجاي وكيفاش يعني الناس بدهوا شوية يلتقى كترجاع للناس وكيجيوا يسولونا فعلا وكيلقاونا أننا بصدر راحب كنت نتلقاو الشكاوى ديالهم وكنتلقاو الأراء ديالهم وحتى انتقادت ديالهم لنا ومهم إحنا نحنا نخدمون لهم إذا ننتقدون نحنا خصوم شي حاجة للإدارة راحنا كيلقاونا إحنا يا فالباب كيدخلوا عندنا وكنمشيوا عند الإدارة وإحنا كنت أديوا الواجب ديالهم وكان نطالبوها بالأمور اللي قالوا لنا الأباء ديالنا ديال التلاميذ فهكذا ومحمد الله ده برا كما قلنا بالمثال كما قلنا إن حاولة كما تعملون في الممارسة؟ نحنا في 2016 يعني في شهر واحد في 2016 وإلايه 25 في 2016 يناير فتسلمنا الأمور القانونية كما يناير بعد إلى أنها تقريب أن يكون ورحمة الله تنجزات فالولد تكون أمور صعيبة يخصك أزمة التقافية تتسلمين الإدارة طمأنها أنك رهما جيش كجهاز مخابراتي رقاباتي يعني إحنا الحمد لله كان قولوا لي أول مراش دين الرئاسة دخلنا مال مكتب لسيد المدير حتي تدي في تدي والله أستاذا كان قولي هكا كان قولي أستاذ أنا رأى جاي بواحد خطة والناس المكتب ديالي جايين بواحد خطة أن مدرسة العندليب تكون مدرسة نموذجية في صعيد أيتملول فابتسم ضحك كان وقال ليل إن شاء الله وسلم عليها قال ليل إن شاء الله ما سيكون كذا طمأن المدير أن نرى ما جايين كما قلنا طمأن الأستاذا أول لحظة دخلت للمدرسة في ذلك النهار بقي كان عقل دخلت الأستاذا لقيتم كي يكلوا في المطعم أستاذا الكرام قلت لهم السلام عليكم بأي خير وضحكت معاهم شوية ومتوتر يا عادي جدا فقلت لهم أستاذا الله يخليكم خذكم تعرفوا إحنا هو رئيس جمعية الآباء وإحنا المكتب كان نشد على أيديكم بحرارة أنكم خدامين والحمد لله مجودة وفعلنا تشلي كلا مشي تملوك ولا شي حاجة وفعلنا الناس ذي وحنا كنعرفوهم شخصيا قلنا اليوم ستي دار احنا ماشي جهاز كذا وكذا وكذا احنا فقط جينا باش نخدموكم ماشي ننتجسو عليكم باش نخدموكم شنو بغيتوا قولوا إنا شنو بغيتوا وإحنا نلبيوه بطبع الحل في إطار الأولويات وفي إطار مجموعة دي الأمور فابتسموا حتى وما وقال لك إن شاء الله غادي ننذيروه غادي نخدموه غادي تكون الأمور مقادة وكانت منناوليكم التوفيق وتمناولينا التوفيق كذلك وتمنى لهم توفيق وقلنا اليوم الله يعاون وفعلا من بعد دخلنا اليوم الأقسام قلنا اليوم الصفورات قلنا اليوم مجموعة الأمور اللي غادي نجوليها من بعد طيب واش إلا طلبتوا يعني سي رشيد أب أو ولي أمر تلميذ من تلميذ باش يجي وتواصلوا معاه واش كي يجي كي يجي كي يجي صراحة كي يجي وحنا كم شي عندهم أنا احنا في مكتبك هات لدي الخطة استراتيجية لغادي نبيعه ما يبقاش تسين الأب ويجي عندك هو اللي يجي للمدراسة هو اللي يجي عندك وانت تواصل معاه انتقلب على الليك وضوني ديالو التليفون الفيسبوك نعتك على واحد مفارقة على التلاميذ عندنا في فيسبوك التلاميذ اللي يقرأوا عندنا تماع عندنا الفيسبوك ديالو مو يتواصلوا معنا يعني الآباء سير عندهم انتا لأنهم هم رأى كما قلنك هم رأى استراتيجية ديالنا استقارة كالخصة تكون رأى خصك تليفون ديالو مخصك تواصل معاهم مؤخرا واحد السيدة واحد تليميذ نقاطع على الدراسة واحد مدة أسبوع فلما بلغنا الأمر تصنب الولي الأمر ديالو وقنا في علان وجر ديالنا والناس كان عارفوه لأننا كنتميولون وما كنتميولونه قلنا لأبن ديالك كذا وكذا قلنا والله ما كان عارف أننا رأى واش السيدة تنميذ واش ابن ديالنا متغيب يعني احنا كمشيوا عند الاب ونقوموا بالواجب ديالنا فهم معمورهم عارفوا أننا رأى هذا العمر خصدار وحا كيفاش رأيس جمعية الآباء كيتواصل معنا وكيفاش يعني هادره مشي شغلوه وما كي يقول لك هادره مشي شغلوه ولكن لا رأى هادره في صلب مهام ديالنا رأى هذا هو الضور ديالنا على الجناة وانا نشوفوا التلاميذ شنو خصوم وعليش مغيب ونفكوا ليهم مشكيل ونتواصلوا علش هادا ما كيجيش وعليش هادا ما كيجيش وعليش هادا التعنف متانا نضربوا بباء يعني هاد شي كله احنا داخل في صلب العمل ديالنا يعني كنحاولو هاكا فعلا نسجو واحد امتقاء وتكون واحد الاسرة متكاملة هادي لو بغت نقول المنظومة التعليمية يخصى هاد الامور كلها تكون تشاركية وكل شي يعمل في اطار مهام دياله لما نوطى به باش في الاخر نغيالي زي واحد الهدف نحقوه واحد الهدف اللي يخدم المنظومة التربوية والتعليمية ديالنا ونكونوا واحد الاسرة فعلا لايلا هاتي اللي كان بقيها استاذا اننا اننا نكونوا فعلا اسرة متضامنة كما قلت الاستاذا اننا نكونوا واحد الاسرة متجانسة متكاملة كتعمل بقلب طيب ما فيه خشونة ما فيه رعونا ما فيه شي شي كوره ما فيه شي حسد ما فيه شي داغينة هاد شي اللي يبغينا نوصلوا لي وفعلا احنا خادي نستيب باي ستيب كما تقولوا اننا نحققوا هذا الهدف هذا سيحققه طبيعة الحال ونكونوا امور تحلق من السماء وتقول اه 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 باقيات ماجيك فوالا سيحققه كل شي هاتي تحلقه لا ما يمكنش ضروري غتتحكم على امور ادارية وغتتحكم على الاباء ونكونوا امور زوينين ونكونوا امور خيبين ونكونوا امور ما فيه شيء ما عاد يتحدث حسنا فقط ونكونوا ادارية كما تنقذ منهم اغتاقكم على منزل بالتردام ونكونوا اصلي اللي مش هذه اللي نعرفه في الاب كل اب جاهدنا نقراه الصفات ونقراه العقلة وغير مطهرية اعطاقه الطريقة بالتواصله بالطبع مطبعه في الاخرى لانه هو اب أنا شخصياً هو أب الطفل الذي كان مثل لنا وكما قلنا أنه إذا أب المنظوم تقص سيقص طفل وسيقص طفل وسيقص من بعد الأستاذ وسيقص الإدارة وسيقص أنا إذا إذا أصدر مني سلوك خطئ فقالت دور الدور وحصلني بمثل المكتب إذا كان أحاول أن أقول ماذا أتكلم بمثل المكتب ماذا أتكلم بمثل المكتب؟ نحن سبعة وكما تعرفون في جميع الجمعيات سبعة راك يبقوا منه وعناصيره هم اللي كيبقوا ديما حاضرينه ديما لان احنا عدنا واحد العقلية العمل الجمعوي اللي في اي حاجة ان الرئيس هو اللي يخدم الرئيس هو كل شيء لكن اللي نرى ليس رئيس هو كل شيء الرئيس هو يحاسب قانونيا لبن يكون عمل تشاركي نورا تشاركي نورا تشاركي نورا تشاركي نورا الخطيط نورا يأتي الوبياء انتم مرحلو حتى الواحد حتى تصير المالي الأدبية والتقارير والكل شيئ هذه الشخصنا نعرفه إحنا ندخلين في واحد وحد المهام اللي قوية بزاف وعند هذا الوقت ذي الله وحنا اللي أتمنونه هو أنه ندر وقع كبير وقع كبير يحتاج ميكانزما وأتكرب وتحتاج تخطيت كبير وتحتاج عناصير تكون نية متمكنة ومتمرسة وتعتجدوم بمزيد وتبدع في التفكير دي الله سوف نصل إلى هذا الهدف الذي هو طموح الذي يضعناه في الأول سوف نتبعي معي السيد والمشاهدين الكرام ومتابعين دينا سوف ننال في الأول السيد المدير أننا قرأنا المؤسسة تكون نموذجية والنموذجية تقتضي مجموعة من المعايير منها تخطيط السليم ومنها القيادة السليمة ومنها الناس الذين ينالون معك في المكتب تكون عندهم واحد القوة كل واحد يعطي من جهته واحد يعطي من قوة في التواصل واحد يعطي من قوة في الكتابة في مقارنة الأدبية واحد عنده قوة في تسيير كل واحد يعطي من نقطة القوة ديالو كما قلنات تشاركية أنا أجلت هنا باش نكون دكتاتوري لا ما كنا أسهل دكتاتوري لكي تبدع ما عندك ما تدير تمارا ما يمكن ان تبدع وما يمكن ان تتعطي شيئا لكي تبدع لأن الناس سوف يحسوا بك لن تخدع الناس كل الوقت ستخدع الناس بعض الوقت بعض الناس بعض الوقت و بعض الأشخاص يعني اللي بغي نقول لك حد نسيت عليه قال لك ما يمكنش تخدع جميع الناس في جميع الأوقات لا يبدأ انك قد تحصل الناس يحسو الناس يعرفوا بها يقرؤون العيون ديالك هو يقرؤون قلب ديالك يحسو الطاقة ديال القلب ديالك يحسو الإيجابية ديالك وما كيف يلون مكينة ومسوى الدغينة ديالك ومسوى الحسد والإدارة والأساسية بل حتى النباتات تشعر بالطاقة الإيجابية والطاقة السلبية إذن نحاول ما أمكن أن ندير لأسرة تكون محاطة بالغيشاء قوي سلب نحتاج ملتقائيات شبابية للأطفال ومسابقات وفن ومسرح وكرة القدم ما هي مجالات تدخلكم؟ نتحدث في جمعية الأباء نجد في كل شيء ما هي الأشياء التي لها وقع على التلاميذ والمنظومات التربوية؟ هذا ما الذي يريد أن نصل به؟ نستطيع أن نقوم بعمل كل شيء ولكن ما هو الوقت على التلاميذ؟ دعني كثيراً يجب أن تشاهد القوة لهذا النشاط ما هو فعلا؟ لديه نتائج على المدى القصير المدى المتوسط المدى الطويل المدى الطويل ما يعني به؟ ما هو فش يبشي الإنسان فش يبشي من عندنا من هالدار صغيرة لإعدادة سوف يشكرون الناس الإدارة سوف يشكرون الناس بطريقة مباشرة لا سوف نصنع واحد شخص استمعوا لهذا الكلمة سوف نصنع واحد الشخص أنه يكون صالح فش يبشي الإدارة تماما وفش بشي مدرسة لا أريد أن يهز واحد الحجرة ويضرب بالصديق وما بغيتوش أنا يبشي لداخل القسم ويدمز مع الأستاذ لا ما بغيتوش أنا يبشي المرحات أعزكم الله ويبشي ويهرس الياد الروبينيات هذا رب حدثه يعتبر عنف وهذا هو الدور دينا ومجال تدخل دينا بعدها أول حاجة نحيييه شيء اسمي العنف نحييه من الأدهان دي الأطفال دينا باش تلا بشوت الماء يقول لنا برافو ومونشابورا درتوا واحد الخدمة زوينة والأطفال كذلك تبارك الله عليكم وربيتهم وإحنا شنو كنقول كنقول لو درخ سنين ننسج واحد علاقة اتفاقية شاركة مع علاقة التانوية ولا الاعدادية باش حتى الطفل هذي اللي استعدتوا انا من ابتدائي وانا عندي علاقات مع رئيس جمعية الأباء ولا الإدارة دينا تلك المؤسسة ومقام تابع كذلك الأطفال اللي انا ديش اسنعتهم كمكتب مسير وكإدارة وكمؤسسة ديش اسنعتهم انت ايضا خسك تستمر معاهم مثلا نعطيك غير واحد النشاط دينا دينا بياد الرياضيات لأول مرة في المنطقة غادي تكون شيء حاجة اسمي تأول بياد الرياضيات كعرفوش حاجة اسمي تأول بياد الرياضيات لان جمعية الأباء كاينين شيء جمعيات كيبقى وقا غاديين في صراعات وضرفيا نضرفيك هاتش اللي كاين وكاين احنا نجينا بواحد استراتيجية أخرى استراتيجية إبداعية إنسانية إدارة دينا وإحنا ديالهم مدفعوا علينا ومدفعوا عليكم يعني ما كينش مشاكل الحمد لله وعندها اللي بدي معروفة ما كينش مشاكل الناس ديال السلطات المحلية يشكرونا على هاد المبادرة ديال البياد الرياضيات لأول مرة ودرنا على صعيد الحوض يعني خمس مدارس عمومية زائد مدرسة خصوصية يعني الساد المدارس كل مدرسة اخدنا منها عشرة من كل قسم يعني مدرسة إلا فيها ثلاثة ديال أقسم ديال السادس احنا اخدنا عشرة 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 من كل مدرسة قسم يعني من متفوقين جمعنا ستين ستين ديال الأطفال واحد تجمعت بارك الله يعني ما شاء الله تجمعت بارك الناس خلاص اخد ستين ديال النشاط التقصص المباب 是 حتىжеك الناس حتى ممتاز بارك الله كانت طم13 و Él ميشوري مستويات مرحلة اللاهلا الاقتصائية ومرحلة نهائية نستمر بأهم بين learnt وعشرة لتين أمكان لمعا كان أمكان معاتصام قسم ديالهم 들어� نستمر بأهم يعني هذك السيد اللي خرجوا من هذك ثلاثة سمينا هم أينشتاين نسمينا هم خواريزمي ولا نسميه كما بغني نسميه يعني المغرب محتاج لهذه الأمور ذي الرياضيات والرياضيات ركنا نعرفها هي الأساس ديال جميع الحضارات وللأسف هي كتبقى حسب آخر التقارير يعني المادة ضعيفة على مستوى المغرب كامل بالنسبة للتلاميذ كتكون عندهم هذه المادة ضعيفة جدا للأسف أنا صحيح هذا شيء كين وإذا كشان إشنا نبغينا نبنيه على هذه الأمور هذه إحنا جمناه استدموت خصيص لا ننسى أن نذكر جميل جدا هالطاقة الإيجابية اللي كنشوف فيه كاسي شفيرة رشيد لأنكم طالب وصغير في الصن وهذا يجعلك يعني كتحمل واحد الحماس يعني كبير جدا للمؤسسة ديال العندليب يعني سعدات هاد المؤسسة بيك كنتمنا بأن منطقات المزار جميع المؤسسات فيها يحدون حدوك الشباب مثلك يعني طلبة في الجامعة ديال ابن ظهري ياك سيشفيرة وكتخدم يعني بهذا الطاقة الإيجابية هدي فتحية لك تحية لك صراحة لا تحريجيني لا هذا أنا بغيت بأن جميع المدارس الأخرى يعني تحدو نفس الحدو إيجيوا إي إن بدقوا منها نمادج يعني ديال الشباب بغيت أنا باش يتكون هاد المنطقة يعني كما قلت بغيت انت يا على صاعد أي تملو ليك تماما تبان هاد المدرسة أنا مدى بيها مدارس كلها تبان على صاعد يعني جهات سوسمسة كلها ما شي غير تماما على صعيد الإقليمي فقط وهو الإشكال الأستاذ اللي كيكون هو أن جمعيات الأباء كيدخلوا لها الناس ليسوا في المجاة في الميدان ومقاريش حتى وقيلة بعض من البعض من المقاريش تماما كين هاد الأمور للأسف هي هي المحببة هو يكون إما أستاذ في داخل المنظمة التربوية ولكن يكون أستاذ مكون إما يكون شخص ولكن ينضم لهاد المنظمة التربوية يعني يكون توا طاليب أو الأمور ويكون توابط موحناك ويعني دوز تكوينات وميجيش حتى لو ما بغيت أدري واحد آآ موحناك يعني رخيصك تتأس لي دراسات الجدوى وخصك تتأس لي واحد اجيب واحد الكلام اللي ويخدم لك المشروع يعني ويقوم لك تقرير المالي ويقوم لك المشروع لماذا؟ لماذا كتأتدير هذه الأمور كلها؟ كي لا يفشيك لك المشروع تحط فيه اموالك ووقتك وصحةك يعني تحط فيه عقل كل ركايف تكلم فى مشروع ومستحيل انت داخل احد مشروع بعقليا انك تشل فيه فى ذلك داخل المكتب ديالي ومكتب اللى كين معنا داخلين معنا فى هذه مشروع ما داخلينش كنشفلو انا كنت اقول القلو من اول ارى انها تنعس صير اخوى انا نعس في داركم اصير اقدم استقاله او وخلينا ندخلوش ناس الى امزيانين وفكرتني في قضية مديرية الإقليمية ودورة دورة القدم فأدخلنا عند السيد المدير وقلنا لسيد المدير سوف يذهبون لعبوا معك ولكن سوف يذهبون لربحه أو سوف يذهبون لنشط البطولة هذه العقلية هي التي لدي لأنني لم تكن معي مكتب فأنا لم تعتبروني لأنني رأيك تطوري في القرارة وفي التواصل لأغير كنت كنت مع المدير وقدرت مع القضية القضية لأنني إسمال للأشياء خسر بقلية الفاشل لأنني لم يمكن أن تقوم به قلت لها وقد رأيت السيد المدير وقدت يذهبون لربحه وقد ذكرت السيد الأستاذ والله قلت لأنك يخدم معنا مزيد قلت لأشياء الله عن العقلية فأنا لم تكن عندك انتك مؤطر أو انتك مسؤول أو مسير وكتبت تجد المستحيل لأنك تنجح كيف أنتك برافو والله يرحمه وقدمت الواجب لك وحتى التلاميذ اللي ما يكرك يمسوه وكيحسب هالدقة الإيجابية ديالك ولكن انت دخل في انت فاشل اللي ماتش وراش هتقول التلاميذ ما هتقولك والواجزة تربعي ديك وما تدير له خطة ما تدير له مشهود وما غاديت تجيب أحسن العناصير وما غاديتش تعطيهما أحسن المكلة وما غاديتش تديرهم أحسن ترصبور وما غاديتش والوالو لأنك إنسان مهمل كتهمل الأمور ديالك ما داخلش بعقلية ناجحين لأنني بغيت نجاح وغاديت نضيف البطولة شفيه إلي قلت أدير البطولة فعلاش؟ لأن إنسان كيكون خايف الخوفه ولك يجعي ما يديرتك حاجة يجبك تحفز يجبك تحفز فاش كيقول أنا أنا غادين نجيب البطولة يقول لك أحباس هاش نوخصني؟ فاش غادين نقول ان نضيف البطولة ها رخصني عنا سير الواعرين ها غادين ندير مجهود أنا ماشي نقلب عليهم وغادين مجهود فأنا نديرهم لهم طريمة يوميا كذلك؟ كذلك؟ يبدو كذلك؟ ما الإعجاب أكثرентов نغير في هذه العقليات دين كذلك؟ نحه DAVID بال Longweb نقلب علم alguns هناك بحالح أون كثير من المص Verona هنا أعتقدني أن أت tired بطلعها ؟ واللي يدر نهره واللي كين ما حاكين لاش قد انت العقلية انا ما غادش بها جاي باش نحقق واحد المبتغة ثلاث سنين انا قلت لي اوما ما عنديش معا انبقى واحد المودة ونزيد مودة وحد اخرى ونعشش لكم هنا ورا اما تنجح اما تشيب حالك اشالك كين ورا دكره مؤسسة ترباوية عندها واحد الحرمة دي ولا عندها واحد الحقوق وعندها واحد وقع على التلاميذ على فاش نقول تلاميذ ارا نقول دولة كنقول حضارة حضارة الامة المغرب كنقولها ارا ايلا وصلحنا واحد المؤسسة في العنداليب مثلا كمثال ارا ستحدو جميع المدارس التي بجانبنا ستحدو حدوانا وغاد تجعلها انها غاد تحسب واحد الخيرة وبواحد يعني ما عاد شنا غادي نقول بشي معانا تقولك حليش هد الجمعية الابع ديال العنداليب ديرها هكا شنو السير ديال النجاح دياله شنو كذا شنو عنده مارا مقود تاعلو احنا غادي نجروم اما انت كنت قائد واما تكون مسوق يعني السياقة كتسوق الطموبيل ارا بحالك كتقود الطموبيل او شي واحد كيسوقك يعني اما انت تتبعهم ولا هو ما يتبعوك وانت حدد احنا قررنا على النام وما يتبعونا ما يتبعو يحد وما يتبعونا إلا كان شي واحد واحد نموذج يحتاد به في قصبات طهر المزار فمارحبار غاديمشون ونقول سمع الله يجدكم بخير بغينا نستفدو من من الامور ديالكم يعني ما فيها باس عادي يفتحونا الباب عادي نستفدو منهم لان الهدف ديالنا الاساسي والاوحد ما هو هو التلميذ والمنظومة التعليمية فقط ما غادي تربحواله تماما بل بالاكسر خليتي الدراسة ديالكم والناس خلوا العمل ديالهم اللي وصلنا هنا الاذاعة ديالكم المحترم مشكلة اما اللي مال ديالنا بصيارة ديالهم بالفلوس ديالهم ممكن تبطيها حاجة علاش غير خدماتين للصالح العام مادنة مكتا حاجة كتضيع عمله وقتك في سبيل تلميذ لان انا اشكا نقوله المصاح العلية للوطن را تقتضي ذلك كان الناس اللي مكيفهم واش اطلق امور هذي يقولك او قلاد انا خدام غير باش يشدوا ولا باش يديروا ولا باش يرباحوا تكتلا مكينش ولكن انا خدام افش كنسمعنا الخطبة لان في تسجيل التلميك وانا في تسجيل التلميك وانا تهجيل النزول الوطن يجب ان نخصني مكي معه ولا باش يستمر لا باش يعتبر اني بالخطبة التهجيل التلميك على اعداد التعليم وعلى اصلاح وعلى الرياضة المدرسية وعلى الأنشطة الوطن في المدرسة لأنها تبتغي الإصلاح و أنا تبتغي الإصلاح و أنا تبتغي الإصلاح كما قال جنة المالك و ما توفيق إلا بالله يعني أنا أنا غادي توفيق من الله سبحانه وتعالى و معا الناس المتشاركين معايا غادي نصلوا لهذا المستوى هذا إذا إما أن تكون تابع بالأمور الجميلة مزيان أنك إن واحد قائد و أنت تابع قائد قائد ولكن إن معايا الخيبة أنك تضيلي شي 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 حاجة لا علاقة و ما و ديما المكتب في صراع و ديما أستيدا في داخل المحاكيم و الإدارة يعني حتكين إننا ما ديج عدنا تماك داخل المحاكيم و داخلين كما قلنا أن المنظمة دينا ستكون في أمور إنسانية و في الأول أنا طمأنة طمأنة الإدارة و طمأنة الأستيدا أننا مجيينش صراع الهم دي الأوحد هو التلميذ بل هو أنت كأستاذ و أنت كإدارة ما بغيت أن الصراع يكون ما بين الآباء و التلاميذ و الأستيدا و الإدارة تكون أمور سليمة في سلام نحن دولة سلام و ندعو لي السلام و ما بغي نتشح حاجة سميش حاجة عنف ضايرة من ضواير العنف تكون أو ضايرة من ضواير السوق سوء السلوك تكون كان ندخل دي من الأقسام تنقول لهم واحدة تلميذ واحدة أمور جميلة ديك النهارة واحد السيد واحدة تلميذ وقعوا تهرس في الدرج و بشينا دينا المستشفى وتكفلنا بالأمور الضرورية و وزرناها في الدرج من بعد واحدة صيمانة فتلميذ في الزنقاء و السيراشيد عندك تهرس الروبيني هو ما كيقولون ليه كيقولون عندك تهرس الروبيني نعلاش لنا دي ما كندخل عندهم الأقسام بإذن بنصيد المودي طبيعة الحال إذن نتوقف للحظات قصيرة بعد هذا الفاصل غنوصل إن شاء الله تتمت الحلقة التربوية إذن تفضل الأستاذ عدنا بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حديثنا في هذه الحلقة التربوية كان نقول لهم عندكم تهرس الروبيني أو هيكم تهرس الروبيني و هيك تلع الروبيني لأن تهرس الروبينيات هي أعتبرها ظاهرة من دواهر العنف لأن لماذا تهرس الروبيني كان نقول لهم علش تهرس الروبيني كن في سلام مع الطبيعة مع الروبيني مع هذه الطابلة اللي غادي تكتب فيها اللي غادي تدير فيها السيلو وتقاتل تنخرها واللي تدير فيها بيكار كذلك وتنخرها هذك الخشب يعني حييذ مظاهر العنف نكونوا في سلام وكا يضحكوا أساتي دحتها وما يضحكوا لأن كينا واحد الفاسة فأخرى أنك تكون في سلام مع جميع الكائنات الحية والجمادات وأي حاجة طيب سي رشيد شفيرة شنا هما يعني بغينا نعرفوا الحصيلة ديالكم من البداية إلى يومنا هذا شنو أنجزتوا في إطار جمعية أبا وأولياء التنمية مؤسسة لعندا لي بتفضل واشي ممكن لي أن يعطي الأرقام ديال الأموال لولا بلاش لا يعني إحنا ما عدت لاش إشكال إحنا خدامي في شفافية وهذه القيم باش خدامي شفافية وأمور كلها واضحة ماشي مشكلة فقط في الأول لأنه في الأول خدامنا بأول مرة جينا ضرنا على المؤسسة ندقنا أن هناك إشكال في النفايات اشكال في النظافة فما يمكنك إدخل لأحد البيت اللي هو غير نظيف هذا المعنى ولا أمور قصحة شوية ولكن تقبلوها مني ندخلوا لواحد ضر مايمكنش أنت يا أستاذاء أو لم يستمع الكرام واحد فيهم يدخلوا الضر وهي متصخة تنبعيت منها رائحة كارية مايمكنش إذا الأول حاجة لنعلش الهدف هي أن المؤسسة فيها أستيدة وإدارة إذا كانت المؤسسة متصخة فهي تعبر عن الأشخاص الذين يتوجدون بهذه المؤسسة إذا لا يجبنا نمشي و كنا متعاونين و يجبنا نغير هذا الوضع لأننا لسنا متصخون و الأساسية روعة و الإدارة روعة إذا يجبنا الأمور كلها تكون روعة إذا جينا يجبنا نبدل هذا الأمر من أضافة أول حاجة درناها جبنا كميوات جبنا التراكسات ماشي مشكل كانت عندنا تقريبا 8000 درهم حيث أن أمور الفلوس لم تتعلق بها ولكن ماشي مشكل قبل أن أضافة درهم تقريباً من خسارات من النظافة كما تعمل أربعة السواع تقريباً و يجبنا نوع ميوات الدرهم و هي حالة التربة نقول النفايات و لا نقول الأزبال و هي مؤسسة تعليمية و لكن نقول الغير بقايا الدرهم الله و التي تتبهك في الأشواك لننظر عملها كل شي بميوات الدرهم اه حسن الناس يرون جوش تراكس و جوش كميهات اذا كانت امور تخدمت امه قالوا لنا ان الناس كانت انتقادات ان ارعا الفلوس را ما خساش دار امه لا را الفلوس للاطفال لكذا قالوا مها بلاتي خليونا خدموا دهبه دهبه طيب تثيروا خليونا وتشوفوا تثير حاصيلها في الاخير لا تشوفوا دهبه لنا كان امور ترتيبت خستديرها فقلنا لهم خليونا را ما يمكنن نخدمو في هذا الجو هذا دي انعيدام النظافة اذا نخسر الفلوس ماشي مشكلة نخسر الفلوس احنا والادارتية تخسر الفلوس امور اللي متعلق بها داخلها في التخصص ديالها وهذه راه نقول لي وما نراها امور تشاركية انا مكان شي حاجة اسميتها انا راه ماشي الدور ديالي وراء انا جيت انا جيبت نخدم الي لقيت انا ممكن ساهم في امور ولو انها خارج على التخصص ديالي وما قدرش بطابعة الحاب المنظومة التربوية ممكن ندخل فيها هذه الاستراجيجية اللي غادينا فيها النظف ما فيها بس نخسر واحد استعلاف درهاب ماشي مشكلة ولكن واحد تدوز واحد المدة ديال شهرين اولا ثلاثة شهر اولا ثلاثة شهر اولا ثلاثة شهر انت غادي تضطر انك تدخل تم التيلان وفي اعلان انا جايلك في اعلان اراك وما ندر نجد حاملة ديالنظف لا يمكن نديره واحد صبحية تنشيطية في مدرسة العنداليب يوم 28 فبراير 2016 بحضور تقريبا مؤسسة راعدنا اكبر تلاميذ تمالية 800 طفل او 700 وشي حاجة يعني اكبر معدل تلاميذ راكينا في العنداليب كون ما قدرناش اليوم ذاك الساحة وحيدنا من ذاك الاسبال او را ما كانت تكون ذاك الصبحية التربوية اللي كانت فيها لايروبيك وكانت فيها الكاراطي وكانت فيها تيكواندو وكانت فيها واحد هذي الناس اللي لابسي لك حل ما عدت تسميته لايك يدوه ولا ما عدت تسميته كانوا كل شي الحمد لله جبنة طبية تدرنا واحد شاركة مع واحد الجمعية وجاو الحمد لله البناء الطالب ديال التلاميذ اللي كيقولنا خسنا نديروا صبحيات خسنا نديروا بأهلوان خسنا 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 وفعلان هاتش كان نحطوه لكن بأولويات كما قلت كون ما خسرناش ذاك الفلوس على اننا نطفو ذاك البيئة تكون بيئة سليمة وما كانوش غايدخلوه اهبا وكانو غاديخلو غايدخلوه ايش هذي الروينا اللي كين في هاد المؤسسة وما كانت غا دخلت السلوطات اللي اه 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 شجعتنا دائما لازم يكون يعني اه اه يتيح اه متاح لمثل هاد الانشيطة بجدار فيها وبطبيعة الحال وحنا احنا الهدف ديالنا شنا هو هو التلميذ انه وصلوا له رسائل مشفرة فاش كي يلقى عنا بيئة سليمة ارا ها التلميذ كيتعلم النظفة امبليسيتمو يعني كاش شيبا تعرف اننا را خس المؤسسات تكون نظيفة ارا مخسكش تلوح الاسبال لانا لماذا لانا را شبتي واحدة شوش كامياتش وانا بولوش تتراكس وخسرتي على الفلوس وشاف هو واحد ضجة اينا اذا انا مخسنش اللوح ذاك الكاعد ديال الاسبال مخسنش نبيموه الى كليتو اللوحو حيث رادرنا للك الابوبيل رادرنا للك السلة ديال الموهنة في انتلوح الاسبال اذا راك كل شي محطط في بلاستو لو قصرنا لو قصرت الادارة اذا ممكن قولك سمحنا تلميذ الكريم راك قصرنا بحقك ولكن لا فشكت نحطولك السلات ونحطولك كل شي ونلبيوا لك طالب ان نبيع ذلك تكون سليمة راك ستعطينا واحد تلميذ سليم سليم عقليا سليم فكريا سليم دهنيا سليم نفسيا سليم اجتماعيا سليم قلبيا سليم 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 بلد السلم مدرسة تكون فيها السلم تلميذ يكونوا سليمين وكل شي تكون الحمد لله امور مزيانة اذا ستلاف درهم في الابوشات ماشي مشكلة كذلك حصص نهر الحد نهر الحد 24 يناير كانت فيها حملة الاخر 31 يناير كانت فيها تلك حملة نظافة الاشجار تشجير الاشجار دير النباتات البستانة دير القازون دير كل شيء امور مقادة الحمد لله كدخل السلطات المسؤولة كدخل الناس اللي دير المديرية الإقليمية كي يقعو الأمور ووجده حيث جو عندنا مراقبين وقعو الحمد لله مؤسسة روعة واحنا غادين ما تنسوش الهدف اللي حطينا عليكم من اللول هي مدرسة نموذجية اذا مدرسة نموذجية تقتضي عمل ذاوب وتقتضي أن تصير يكون محكم لا بدك تكون هفوات ما نقولوش لكم احنا عصر موسى لا بدك تكون هفوات ولكن تكون هفوات بحسن نية ما تكونش بسوء نية فشك تكون حسن نية فشك تقبلوه هالناس ويقولوا فالارا هدك بغي يخدم ولكن غير كانت خلل إداري خلل منه خلل من المكتب ليس مشكلة هذه اللولة إذا نجوج حملات نظافة كانت فيه من مردودية والحمد لله كان لقت تشجيع من الجميع وبدأنا بأمور التربوية يعني التنشيط بهلوان أمور ثقافية أولمبياد الرياضيات حيث من بعد أولمبياد الرياضيات حملة طيبية يعني كل ما كانت تلك الحملة اللولة اللي درنا ما كانت تكون حملة طيبية حيث تدخل المؤسسة والتوحد ما غير يبغي يدخل المؤسسة متصخة يعني أمور كانت الحمد لله مزيانة أول مرة في ذلك المنطقة ستتحضر للناس لحملة طيبية خمسمائة واحد خمسمائة أب حيث نحن نعرف كيف تفتح المؤسسة يدخل لها كل شيء نحن كنا ندرناها تلاميذ وكل أم أو أبي يجيب معها تلاميذ واحد ولكن فشكة تشب انتها الأباء والأمات جايين كلهم بغيروا يدوزوا تلاميذ المرأة جايبة معها ثلاثة درارية الولادة وحتى لما كان لديها تجيب لك الجيران ولكن ليس مشكلة حملة طيبية مزيانة خمسمائة والطفل وأم دياله حسبنا على الأطفال يعني الأم دياله ملخرين أكثر كانت تهديف أي أمراض كانت السكر ضغط الدم أه شنو أخر أه والنظارات يعني النظارات حتى الثمن الرمز اللي كان هو جمعيتين الدخلات والأباء حتى دخلوا كل واحدة يعطي النصب حتى تحسبها ما هي النظارات ولكننا نحن مؤسسات يعني كيفية تعاون ما نخسرك السيد المسؤول على اللوبتيسين وما نخسرك أي أن هذه الأمور تطوعية إذن كانت الأمور توافقية الحمد لله تقدت الأمور تلاميذ كلهم توفرت لهم ونظاراتهم كل شيء كان دايز الحمد لله مزيان يعني يعني هذه الأنشطة شنو أبقى اللقاء التواصلية ضرورية قدرنا اللقاء التواصلية في البداية دخول المدرسي هذه الدخول المدرسي هذه السنة لماذا؟ لأننا باش نشرح للناس حنا كما قلنا مدرسة لموذجية تقتضي عدم الصراعات فشفنا الناس أنه يقولوا لماذا لا تزعون لنا الكتوب كما ترى التربية الإسلامية كما ترى فرزيات كما ترى الأطفال وإن أعطيتهم أحدها أقطاء وإن أخرى كما ترى كانت واحدة التباسات ففكرنا هل نقوم بالتواصل نحن نحن نجد الناس التواصل ونحن نحن مع الناس أحسن ما يرام وضحنا لهم الأمور من إرشادات مدر المؤسسة الله يجلزيه بخير كانت الأمور مزيانة لبسا لدينا الأمهات والآباء لا يوجد شيء خارج فرحان وهذا هو الضور لدينا أننا محيدوا المعيقات ومحيدوا التباسات ويكونوا أمور واضحة جدا بين العيان لا يوجد فيها تدخلات هذه زعمات اختصاص لدينا والحمد لله مزيد ما هو البرنامج لدينا هذا العام تقريبا؟ كان لدينا فرما لدينا نظرا لك كان لدينا سبعة في المكتب ولكن من بعد يتضح أن السيد الذي يدخل المكتب لا يوجد مؤهلات لأنه يدخل لمكتب تسيير واحد وظروفه ربما يعمل في سوقينزغان فولتايم يعني ديما خدام ما يزيد دوله يعني كنت تخدم بوحدك وش الكاتب والرئيس والأمين المال وش هما بوحدهم من المديرية الإقليمية يجيبون الرخصة وش هما اللي غيب شو الشؤن الدينية يعني وزارة الأوقاف اللي نجيبون الرخصة مثلا اللي نبغي لنديروا مختبقة لتجويد القرآن الكريم يعني كينا كونش هاتش كان مسطر في الأمور دينا في استراتيجيات دينا نديروا شاركات مع الكلية اللي كان قرأ فيها بنظور نديروا معهم شاركات زيارات مشوا ننظروا للابوراتوار اللي كان ينتمها مشوا ننظروا لنفيات اللي مالا وننظروا الكلية كلها وتفكت مع الناس واحد النادي تم كيل في الكلية أننا نديروا معهم تنصيق وما ينصقوا نعم على الإدارة نديروا معهم شاركة يعني تبادلوا الزيارات وهم هذيك النادي جيو عندنا وحنا نجيو عندهم هذا هو اللي خصنا نديروا تتلميذ فشكا تدير الكلية كيشوف ذاك العالم أن الناس كيقرافهم في مئات واحد وهما كيقراف القسم غار ثلاثين وخمسة وثلاثين واحد كي تبادلوا التجارب وتبادلوا الأخ كانت من بين أمور دينا أننا نديروا مسابقة جوية القرآن الكريم تكون على الصعيد أو تاني الحوض لأننا كان بغير ننخل معايا جميع المدارس ما ننخل مش بوحدة ننخل جميع المدارس ونستفدو جميع الأطفال اللي كانوا عندنا في الحوض مجموعة هذه استراتيجيات ولكن استراتيجيات قائد سيئ مع مكتب مسير سيئ وراها رغت على تقنة جائج سيئة ولكن كي إدارة جميلة أو إدارة جيدة ومكتب جيد رغت على تقنة جيدة إذا أنا أخصني هذا المعادلة تكون معادلة النجاح تكون وإدارة زوينة وهذاك زوين غير مزيان الحاجز اللي عندي أو المعيق اللي عندي أن المكتب مبقاش كامل عناصير خصوم يحيدوا كيتماطلف أنهم يعطيونا استقال هذه ومشيوا ونطعموا الناس جدا ما عارتش أنا لماذا؟ خصني حيدو هذه الناس هادو ماشي كسيرا ولا كحسدا ولا ضغنة ولا راه هذي مسؤولية وما عندكش الوقت أنك تعطيني في الجماعة ولا تعطيني أنك تبشي تدين رخصة ولا تبشي تدين رخصة السلطة ولا المديرية الإقليمية أعطيني الرخصة أعطيني غير الاستقالة وخليني نطعم الناس بشابب اللي كان عرفهم ضيجة ويخدموا معنا أنا دول معيق الصراحة كما قلت لك فرمالا كاينة ما قدرش مازال نزيد نكمل ودراسة ديالك كذلك ديالنا كتشوفها إما هذي وإما هذي قلنا ونحاولوا نقللهم من أنشطة ديالنا وحتى حتى الإدارة منزع جواز بزاف ديال الأنشطة لأن سبحان الله تكشيريش قلت لهم باللاتي فرمالا حبش شوية نراجعوا الأوراق خليوا هذي العام بعدا نشوفوا القضية كديرة باركة وحتى كذلك الميزانية اللي تسمح هذا العام هذا دخلنا واحد وحد البركة تبارك الله والناس عاونوا ما شاء الله دخلنا أول مرة في تاريخ ذلك المؤسسة مدرسة العنداليبلكان مثلوها الآن أن تقريبا تقريبا تسعون بالمئة تسعون بالمئة تقريبا الناس خلصوا الوجيبات المدرسية ديالهم تقريبا ستين طفل اللي مخلص تقريبا ستين طفل أو ربعين طفل هكال اللي مخلصوش مخلصوش واجبات ديال الجمعية ماشي مشكل هاني ولكن رألي أول مرة في تاريخ ديال المؤسسة أن هاد النسبة ديال تسعين في المئة تكون راكنت كتخلصها تلتمية واحدة وحنا راعدنا تلتمية واحدة أو سبعمية وستين على ما أدكلك ما قادل يسيد المدير يعني هذا إنجاز تاريخي يعني هذا إنجاز يدل على على تقل اللي ربطناها بيننا وبين الأباء لأن الأب ربما يمكن أن يعطي فلوس دياله وهو عارف أن ذلك الفلوس ستضيع شافوكم كتخدموا ف تماماً شافوا في الأول نحن لم نفرقوش ما بين السيد المدير وما بين الأساتيدة وما بين الأباء كل شيء حدنا بحال بحال كل شيء إخوة الحمدول الله كل شيء كان نخدمو بإنسانية أول حاجة نتجهنا في ذلك الحملة النظفة نسيت أن نذكرها هو أن نمشي نتجهنا لبيت ديال المدير صور السيد المدير قدناه وقدناه أمور زيانة وسبغناها درنا جداريات درنا أمور تربوية درنا أمور اللي تدل على القضية الوطنية التي هي صحراء مغربية والقضية ديال مهم دكشي قدناه مزيان على حق وطريقه الناس كيبالو اليوم أن نحن نرى ما كان نفرقوش ما بين هذا و هذا وما كان لحسد الأول السيد المدير الأمن دياله وواجب علينا الأمن ديال سيد المدير وواجب علينا أنا نحميه ونحاول ما أمكن نقضيه الصور ونقضيه أمور مزيانة وتكون قضية مزيانة كما قتلك هذه الفرمالة اللي عندي وغادي نشوف كيفاش نحاولوه ربعا تقريبا أستاذ اللي اسمحتي لي بقعت عدنا في الميزانية ستينة فريال ستينة فريال من بين مليون كانت عدنا مليون ندخلنا مليون وشي حاجة ذاك مليون صرفناها الحمد لله كلها بقعت ستينة فريال ماشي مشكل في الأول فجينا الإدارة قلنا اليوم شوى السيد المدير وذاك الفلوس اللي كل اللي كانت عدناها نخسروها على المؤسسة لا معدناش مشكل نشروهم ستائر نشروهم بيسيات نشروهم أي حاجة خسر المؤسسة لا معدناش فيها مشكل لأن هذا وصل بالعمل دي نحنا التشاركي انا فاشد خنار قرينا نضي الصورة شنو كاين شنو كاين في قانون دي الجمعيات شنو هي الحدود ديالي اللي الميت ديالي في نخسنين نخدم ما ندخلش فيها دي ما ندخلش فيها دي وشنو الحدود اللي ممكن نتجاوزة أنا نخدم فيها يعني كل الأمور كانت مقاد دي باش تعرف اللي عليك واللي واجب عليك هذا هو في المنظور البدوجي انتقلوا مثلا واحد السؤال واش كي يدرسوا هاد الأساتدة مثلا سي شفيرا مع أولياء أمور التلاميذ مثلا المراقبة المستمرة بشكل دوري خلال كل دورة مثلا والنتائج ديالها واش كي يدرسوا مشكلة تغيبات مع هاد الأباء يعني واش كي يحلوا الأساتدة عندكم الباب أما في الأولياء الأمور كي يشب علينا أن نتقرب للكوبرازيون هو 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 في المنظمة التعليمية إنها هناك إشكال لو كان هناك إشكال إننا هناك نتائج طيبة على مستوى الرغضيات أو على مستوى مهم كل واحد يعرف أن هناك خلال وهذا الخلال كان إما في الأساتدة إما في الإدارة إما في المجتمع المدني هذي هما الخلل فيه غادي يكون اما في الاباء. الخلل كاين عدم تواصل كاين. ماشي ما كاينش كاين في جامع مؤسسة التعليمية على ما اعتقد كاين فيها واحد خلل ديال التواصل. لان اعلاج لانك حتي كتكون صراعات و الادارات تضطر انها تسد قاع هذا الميدان ديال التواصل. قاع. راكم قد لك في هذا النهار ديال نتيجة اللي شدوا الاطفال نتيجة وكان لقاء تواصلي مع الاباء على نقاط وكذا. ارات ما في نقاط يعني احتى الادارة كتقول لك انا على شقاعة غادي نحل هذا الامور ديال التواصل. رغم انه قانوني يخصم التواصل مع مع الاباء. رغم انه الاساس اذا يخصم يديروا واحد اللقاء تواصلي مع الاباء على اساس ان نرى النقاط كذا وكذا. وفعلا احنا في مدرسة ديالنا كيددار ماشي ما كيددارش. غيره كان اه بغير نسدو هاد الميدان ديال هاد المجال لان الاب يدخل ديريكت عند الاستاد. يجب ان نحبسوها. كيانا شي حاجة اسميها جمعية الاباء. كيانا السلم الاداري. صير عند جمعية الاباء. يلمسات عشانا ينحلك المشكلة. صير عند الادارة. قاعدك سال الادارة هي تحمل مسؤوليتها مع الاساسي ده. اما بجدخل عند الاستاد ديريكت. فهذا غير مقبول. لان ربما انت تكون سبحان الله. ماشي ما عشانه ديريكت. و جاي عند الاستاد تقدر تضربوه. تقدر تعدى عليه. تقدر واتشين. احنا ما مغيوش. لانا الاستاد ديالنا. كيانين بعض للأسف بحال هاد الافعال هدي كي يجي مثلا باش ينطق من الولده مثلا الى فشين نقطة. او كدخل الام يعني بطريقة يعني فعل الاستادة والاستادة. طبيعيا يعني كما قلتي نغم المورخص يكون احترام تخصصات ويجيوا من الباب ديال الجمعية ديال ابا واولياء التلاميذ. هي اللي هي اللي غتكون حانت هي جسر التواصل كما قلنا في اللول. تماما. انا كنحاولو حنا في المكتب. انا نزكيوه. نقوم بالواجب ديالنا كي ما قلت لك يوميا يوميا يوميا. كين واحد من جمعية الاباء كين احدى الباب. و ديما كيسلم على الاساسي دا. و ديما كيسلمو على الادارة و كيسلمو على الاباء. والبارح غير كدو عابا. البارح كنت ما مع تقريبا اتناش تقريبا اتناش ونص فاش خرجوا التلاميذ والاباء مش حالة دي ما شافوني. انا انا قباما العطلة و واحد المرأة قلت ان الله يلا توحشناك. اما كان عرفهم جانا يا قلت ان الله يلا توحشناك. اش حالة دي ما اشفناك. اصدف الله هذه كتدل على ان واحد العلاقة اه انسانية واحد حلاقة اخوية ابوية. و فعلا لقاء التواصلية نقول لما انتم مرأة ديالنا. و فاش كنت قلت ما شنبغيت يا الوالدة. هذا دول مستطلحة شنبغيت يا الوالدة شنو ممكن نقضي وليك شنو كادا شنو كادا شنو كادا واستألي سنقضي وليك الغرض. يلا لا اعاون. سافي. الامر اقتضي اننا نلبلو لك طلب ديالك و نحاولو نديرو الواجب ديالنا ونمشورس للرسل للإدارة. نحضروا معها والإدارة متقبلة رفش تكون الامور ادارية اه مزيانة رمك يش ليقولك شي حاجة. كم شو عند الادارة. الله يجلس كبير خير السيد المدير. كان هدو واحد اشكال له كذا وكذا وكذا. ممكن تحل له? اه اه بخير اي شك لي Particularly والأمور كتح العادي أما كي تدخلنا عند الأستاذ تستطيع تثبوه تستطيع تدربوه سبحان الله إنسان رأى كل واحد والمعدن نحاولون أن تجاوزوا هذا الأمر وتكون الأمور سهلية جدا والآباء يكون معنا مزيان ومنظمة كلها تكون مزيانة ومنقية إذا ما هذا الأمر هو التواصل بالآباء والجمعية والأساتيدة يجب أن يكون مزيان أساتيدة حتى مما يؤديه الواجب لأنه في وقت التواصل كل دورة يتواصل مع التلاميذ إما يقرأ في الصباح بوحده إما يصبحوا عشية على حسب الظروف إذا هذا الأمر عندنا أن نتواصله النقاط كوشي الأباء كي يعرفوها كي يبشو عند الأستاذ ورزع ما إحنا رأى أنه أساتيدة رأى أقدامر مش هي الله جاو وإحنا من هذا المنبر كنسلموا على الأساتيدة الجاو جداد هذه نهارتين جاو جداد كنحييوهم ونقول له مرحبا بكم في الأسرة التربوية مرحبا بكم في الدار الذي يريدكم نحن ممكن نقضيها غير كامل من التدخل هذا الأساتيد إذا جاءوا تواصلنا معهم أننا نقلبوا اليوم على الكري هذا من بين الدعابات مستملحات كما يقولون نقلبنا اليوم على الكري فين غادي تسكني حاولنا أننا أدرى بذلك المنطقة لأننا ربما يأتي من خارج منطقة دينا أدرى حاولنا نلقوا لهم واحد لوكال ليكون ما فيه علف ما فيه كذا فيه راحة ما فيه طمأنينة وسلام والحمد لله نجحنا في هذا الأمر هذا أمور زعما مزيانة بالإضافة إلى ذاك الإكره التي ذكرت قبل قليل على المكتب وعلى بعض العناصر التي لا تستعمل ما هم الإكرهات الأخرى التي تعترضتكم الإكرهات الثانية كان الإكرهات هذه المكتب والإكرهات الثانية هو الناس دائما كيسين القيادة والناس دائما كيسينوا الرئيس هو اللي غادي تحرك ولكن الرئيس واش ما عنده شحاشة أخرى يديرها واش غادي بقابل غير جمعية رأى عنده أمور شحاشة خاصة دياله أخصيق دياله عنده الدراسة دياله عنده العمل دياله عنده مشاريع خاصة إلا كانت عنده أنا أخصنا الرأي وادش رأى هادي يسمي جمعية جمعية نجتمع نحن في إطار تحقيق هدفين ما أنا نجتمع وكل واحد اللي قاع تشاركي أمور كل واحد يشارك بشي حاجة عنده أنت عندك الوقت اليوم نهر اثنين واسير تدير رخصة للمديرية أنت عندك الوقت واسير تدير رخصة للمقاطعة الحضارية مهم كل واحد يديره أنا نهر الاثنين مخدمش مش يعني أنت مخدمش غدا سير وانت وانت والعمر تكون مزيانة ولكن كيف تحط تكبع لي أنت كل شي أنا المقرر أنا اللي كان تدير رخصة الرئيس هو واشكون هو هذا الرئيس والرئيس رغسنا نعرف واحد الحاجة هو فقط يتحمل المسؤولية القانونية فقط مهم ماشي هو لا 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 كنت كنت أنا ندير الشركة ديالي عندك ساعة نتحكم فيك لأن هذا الشركة ديالي ومال ديالي ولكن جامعية أنا كان أعطي غير شوية أنا كان أعطي المقترحات حتى كان ندير شي جماعة وركم قسكتنا للأخر لماذا وراح إلي أعطى الرئيس رأي ديال هو الأول الناس في العقلية ديال هو النصافي ومر تحسمات رأي سهضر لا تش لا ما خسج يكون أنا تنقو رأي ديالي رأي سواب ويحتمل الخطأ ورأي كسواب ويحتمل الخطأ ولا كنا أهكا لأهكا لنفهم أنا نعطي رأي ما يتبيل لي أن رأي هو الخطأ سأتنازل هذه هذه الديمقراطية إلشان سنكون ديكساتوري ولكن باش تكبع لي كل شي سافر الرئيس هو الليدر الرئيس هو الليد الرخصة والرئيس هو لا اخذب انت في عطار المهام ديال برا ممكن المكاتب الكاتب المدة تقريبا شهرين هو في المهام ديال و دب كما يقول المصريين بشاء فينا و ممكن لانا دخلت في الليل أنت ما لديك فكرة و لديك هدف طموح أنك تحقق ما أنا لا لا نقول لك رأينا في صراع مع المكتب الليل ليس في صراع والحمد الله نقشنا معهم و قلنا اليوم بحب وسلام و و أن الله يرحم الوالدين رأكين موعيق هنا لأن أنا أريد نحقق أحد الأهداف طموحة جدا طموحة جدا تقتضي هذا وهذا 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 الله يجز بخير حتى السوارة والله و و مريدنا مع النباس و مخوتنا و أصحابنا و لا يزعب مع أعداء أو لجو منطقة أخرى و دائما نلعب معهم كرة أو بسكت أو نجري أو نكون في ملتقيات يعني أصحابنا و لا يأخذوها بحساسية سبحان الله كنا الشخصنا ف لماذا تظهر مع أحد الذي يتصحب لي تضرب الشخص أو لا أنا أخطب لك الفكرة و والفكرة رأيها غير مقدسة ممكن تكون خطأ و ممكن تكون صواب ولو بلغت من العلم ما شئت ولو بلغت من السلطة و ما شئت رأي رأي ذي يحترم أحترمه لكن رأي مخالف لك إذن يجب أن نحترم هذا الاختلاف هذا والاختلاف رحمة بيني وبينك أنا أحترم أكن أحترم الرأي رأي شخص رأي تعزيز علي والله أحبك و كنت أنا عارف تحبني ولكن لا تأخذ بحساسية أنا رأي شخص معك لا صحب رأي رأي تسير ولا لا قدرت تسير والله يجب بإخير حتى تسوير وتقول لنا ما قدرت نحن نطعمه بجيل آخر لخدم طيب شفيرة رشيد كلمة أخيرة إلا تحتي لنا فرصة أن نتواصل مع الآباء لأن دائرين فيسبوك ومجموعة الأمور ولكن القناة سنعبره للأمور التي تكون في الجمعية فأحسن ما أمكن لنا توصل لأكثر العدد من الجمهور الكريم فنشكر لكم بزاف وستاذ ونشكر القناة راديو بليس على الفرصة التي تحت لنا ونشكر جميع العملي في المنظومة التربوية أساتذة إدارة المسؤولين كلهم وراء كين واحد العب كبير أنا عارف كان حمل كبير لقد كنا نتحمله كنا تكون أمور تشاركية كلها تكون أمور مقدعة على حسنينية ومقدعة على حسن التعامل بيننا وبينكم راح ما كانش العدوة ما كانش حاجة اسمية حسد الحمد لله كذلك نشكر الناس المدنيين اللي يتعاون معنا اللي يخدم معنا داخل الجمعية وكل شي جمعية الأباء اللي تاهم مدرسة العمار بن العاص بئران زاران كلهم السيد المديرين ديال اللي نشطنا معهم اللي درنا معهم علاقة أن يبقوا ديم يجي وعدنا في الانشطة اللي ندير ختاما الله يجزيكم بخر كلكم تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك عليكم السلام ورحمة الله الحاجة أيها الأباء أيتها الأمهات يا أولياء أمور تلاميذ الحاجة إلى النهوض بالمسار الدراسي لفلدات أكبادكم حاجة ملحة تواصلكم مع جمعيات أباء وأمهات أولياء الأمور بالمؤسسة التي يتعلم فيها أولادكم ضروري إن لم أقل إجباري كل أم وأب أو أخوصي على تلميذ أو تلميذ لازم عليه التواصل مع جمعية الأباء بالمدرسة ويسول على التلميذ وعلى المشاكل لكي يعنيها داخل المدرسة من كنوش خاملين ومهملين في هذا الجانب التواصلي الجد مهم من خليوش الخجل منعنا راه أولادنا هدوك ومستقبلهم مع المؤسسة شكرا سيد شفيرا رشيد رئيس جمعية أبا وأمهات وأولياء تلميذ بمدرسة العندليب قصبط طهر المزار الأحد القادم عدد جديد من ملفات تربوية دمتم سالمين